بدأت محكمة أمن الدولة اليوم بالنظر في قضية مقتل الكاتب ناهض حتر ومثل أمام المحكمة المتهم الرئيس في القضية إضافة لمتهمين آخرين أحدهم باعا للقاتل السلاح والآخر سهل مهمة شرائه وبين نائب عام محكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري زياد العدوان أن المتهمين الثلاثة أفادوا أمام هيئة المحكمة أنهم غير مذنبين لاتقرر السير بإجراءات سماع شهود النيابة العامة خلال جلسة ستعقد الأسبوع المقبل ووجه مدعي عام أمن الدولة للقاتل تهم القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان والقيام بأعمال من شأنها إثارة الفتنة خلافا لأحكام مواد من قانون مع الإرهاب والقتل العمد خلافا لأحكام مادة من قانون العقوبات وحمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافا لأحكام مادة من قانون الأسلحة النارية فيما وجه للمتهمين الآخرين تهم التدخل في القيام بعمل إرهابي باستخدام أسلحة أفضت إلى موت إنسان خلافا لأحكام مواد من قانون منع الإرهاب وكان حتر قتل في الخامس والعشرين من الشهر الماضي وألقي القبض على القاتل مباشرة بعد تنفيذه جريمته